الراتب التقاعدي للشهيد قانون مؤسسة الشهداء رقم 2 لسنة 2016 الضمن أحكام خاصة بتقسيم الراتب التقاعدي للشهيد على ذوي تختلف عن الأحكام الواردة بقانون التقاعدي الموحد ورح نوضح لكم من هم ذوي الشهيد اللي يستحقون الراتب التقاعدي ومقدار الراتب التقاعدي وكيفية توزيع الراتب على المستحقين أولاً ذوي الشهيد الوالدان يعني الأب والأم الأبناء والبنات الزوج الزوجة أو الزوجات الأخوة والأخوات أولاد الإبن وأولاد البنت ثانياً مقدار الراتب إذا كان الشهيد غير منتسب لدوائر الدولة كأن يكون كاسب مثلاً فذوي يأخذون راتب تقاعدي يعادل ثلاث أضعاف الحد الأدنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه بقانون التقاعدي الموحد يعني إذا كان الحد الأدنى للراتب التقاعدي خمسمائة ألف فذوي يأخذون مليون ونص أما إذا كان الشهيد منتسب لدوائر الدولة كأن يكون موظف أو عسكري أو منتسب الداخلية أو الحشد أو أي جهة حكومية فذوي يأخذون راتب تقاعدي يعادل راتب ومخصصات أقران المستمرين بالخدمة يعني أقرانة اللي يعادهم نفس الخدمة ونفس الشهادة إش قد يأخذون حسب سلة من الرواتب؟ ذوي الشهيد يأخذون نفس الراتب ولكن إذا كان راتب أقرانة أقل من ثلاث أضعاف الحد الأدنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه بسلة من الرواتب فذوي الشهيد يأخذون الراتب الأعلى اللي هو ثلاث أضعاف الحد الأدنى للراتب التقاعدي ثالثا كيفية توزيع راتب الشهيد على المستحقين إذا كان الشهيد أعزب فأبو أمه يأخذون راتب التقاعد بالتساوي ببيناتهم وإذا مات الأب والأم فينتقل الراتب لإخوان وأخوات الشهيد ويتقسم ببيناتهم بالتساوي إذن الأخوة والأخوات يستحقون الراتب بوجود الأب والأم ثانيا إذا كان الشهيد متزوج وأبو أمه عايشين ومو موظفين وزوجته مو موظفة ولا متزوجة من شخص آخر بعد وفاته فكل واحد منهم يأخذ حصتين من الراتب التقاعدي مقابل حصة وحدة لأولاد وبنات الشهيد يعني إذا حصت الولد الواحد ميت ألف فالزوجة تأخذ ميتين ألف والأب يأخذ ميتين ألف كذلك الأم تأخذ ميتين ألف ثلاثة إذا كان الشهيد متزوج وما عند أولاد وأبو أمه متوفين فالزوجة تأخذ نصف الراتب التقاعدي والنصف الآخر يتوزع على أخوان وأخوات الشهيد بالتساوي وهنا ننوه على نقطتين مهمات النقطة الأولى أن زوجة الشهيد إذا تزوجت بعد وفاته ينقطع عنها الراتب التقاعدي والنقطة الثانية إذا كان الشهيد عنده أكثر من زوجة فكل زوجة تأخذ نفس الحقوق والامتيازات بشكل مستقل رابعا الجمع بين راتبين المشمول بقانون ما أسست الشهداء يقدر يجمع بين استحقاقه من الراتب التقاعدي للشهيد وبين راتب الوظيفي أو راتب التقاعدي أو راتب الرعاية الاجتماعية أو أي حصة تقاعدية أو أي راتب آخر يعني إذا كانوا موظف يقدر يستلم راتبه الوظيفي واستحقاقه من راتب الشهيد سوى وكذلك إذا كانوا متقاعد أو عنده راتب برعاية وهذا الجمع بين راتبين يستمر لمدة 25 سنة اعتبارا من تاريخ 2006 وراه يكون عنده حق اختيار الراتب الأعلى ولكن شرط الـ 25 سنة ما يشمل بعض الفئات يعني يبقون يجمعون بين الراتبين ويستمر صرف راتب الشهيد لهم حتى إذا انتهت الـ 25 سنة وهذه الفئات هي واحد والدي الشهيد اثنين زوجة الشهيد ثلاثة أولاد الشهيد وأخوانه وأولاد ابنه وأولاد بنته كذا كانوا من ذوي الاحتياجات الخاصة حصرا أربعة بنات الشهيد وأخواته وبنات ابنه وبنات بنته إذا ما متزوجات ولا موظفات وذا انتهت العلاقة الزوجية سواء بالطلاق أو الوفاة يعني صارت أرملة أو مطلقة يعاد إلها حصتها من الراتب التقاعدي للشهيد ترجمة نانسي قنقر